سلام عليكم يا شباب. نبدأ مع بعض جزء او الجهاز معنا اللي هو الجالفانوميتر. الجالفانوميتر هو ديفايس اسمه سينستيف كويل جالفانوميتر او سينستيف جالفانو. هنستخدمه عشان نقيس الكورنت. وبما ان هو اسمه سينستيف يعني حساس. هيقيس كورنت قليل. كورنت ضعيف جدا بالمايكرو امبير. بعد كده هنمسك الجالفانو ده وحنعد عليه شوية تعديلات ونحوله لاميتر. ايه الفرق بين الجالفانوميتر والاميتر? ان الجالفانوميتر بيقرأ كورنت قليل جدا في المايكرو امبير. انما الاميتر بيقرأ بالامبير كورنت كبير. وبعد كده برضو هنمسك الجالفانو. ونعمل عليه شوية تعديلات ونخليه ميتر. وبعد كده هنمسك الجالفانو ونخليه برضو ايه? ونخليه اوميتر. يبقى الاساس معانا هو الجالفانوميتر. وحنحوله بقى الترات اجهزة اللي انت عرفهم اللي هو الاميتر والفولتميتر والاميتر hi-ka은zy sun setting مابني على ايه مابني على المجنس تورك اللي احنا درسناه المرة اللي فاتت طيب جبه يبقى انا أكيد هيبقى عندي كويل اكيد هيبقى عندي جوه الكويل هيبقى عندي وحقلي وبالتالي هيبقى عندي مجنس تورك زي ما يتكلمان مرة فتت ويبدأ الكويل ده يبدأ يلف او يبدأ يدور. هنستغل بقى الدوران ده. فان احنا او نقيس نمجر الكرنت اللي معدي جوه الكويل. اوكي? يبقى احنا هنمشي الكويل الكرنت اللي هيمشي جوه الكويل ده احنا عايزين نقيسه. فالكويل لما يمشي جوه الكويل هيسبب لي هنستغل بقى ده فان احنا نحسب قيمة طيب يبقى بتاعة زي ما اكتب قدامك. بيقيس قليل او ضعيف. طيب ايه كمان? بيقيس قيمته طبعا. وبيقيس كمان بتاعه. شكل الحقيقة طبعا ده شكله. طبعا تقديمة. نيجي بقى هنا ايه? اه نشوف بتاع مكوة من ايه? اول حاجة طبعا بتاخد بالك منها. هي دي. واضح ان هما ايه? كده? ولا ده اول حاجة وعايزين نعرف ليه? احنا اول حاجة شفناها عندنا طيب وايه كمان? القطع الزرقة التخينة قوي اللي في النص دي? دي هي بعارة عن طب ايه لازمة برضو? احنا عايزين كل حاجة في ونعرف السبب بتاعها. بس قردين انت عارف دايما بتانكريز لانها عندها ايه? عندها عالية. ولها برضو سبب تاني هنتكلم عليه كمان شوي. ايه كمان? السلك المدورة اهو اللي هو الكويل طبعا. بس في حاجة نقصها في الرسمة. ان الكويل ده السلك البرتقوني اللي قدامك ده الملفوف هحولينا الكور. هو في الحقيقة بيكون الاول ملفوف على حاجة اسمها الامونيوم فريم. يمانا بيجيب السلك مسلا انكبر ده ولفه على الامونيوم فريم. تمام? وبعد كده احط جواه الايه? الارن كور اللي قدنا عليه. ايه كمان? شايف في الرسمة عندي حاجة عاملة زي كده او حاجة حالوزنية كده اللي هي دي. ودي من فوق ومن تحت. اسمهم ودور برضو هيكون ليهم دور مهم جدا. من اهمهم بيدخلوا ويخرجوا الكهرباء او من من دورهم يعني بيدخلوا وبيخرجوا الكهرباء. طب ايه كمان? ايه كمان? عندنا عشان طبعا اندي جيت الكارنت. وده ده على بتاع الكويل يعني مسلا لو ده الكويل فالبوينتر بيبقى هنا. فوق هنا. بحيث ان لما يلف يبدأ ايه? او صورة لما الكويل يلف يبدأ يلف معاه في وبرضو عندنا بتاعنا وهنعرف برضو ليه وبنلاقي ان هو دايما يعني الزيرو بتاعه في النص وعلى يمينه بقى مسلا واحد اتنين تلاتة انصاء هنا نفس الكلام واحد اتنين تلاتة انصاء طب ليه هو عشان احنا اتفعل ان هو كمان فهو لو مسلا جي من الناحية دي نلاقي ان مثلا يشاور كده طب جي من الناحية التانية يشاور كده. ببقى هو بتاع الكارنت بتاعه. طبعا نتكلم على كل حاجة جوه. وبعد كده برضو عشان انت تعرف تتخيل الموضوع وتبقى فاهمه كويس هنشوف برضو زي ما شفتنا المرة اللي فاتت يوضح لنا القصة دي مش هزاي. اول حاجة في. ان. اش ما يعني يعني? طيب المسألة دي او في الرسمة دي هم اكشل اتنين. طبعا المجنيتك فيلد اللي جاي من اللي هو والساوس. والمجنيتك فيلد اللي هيتعمل نتيجة الكهرباء اللي هتمشي اصلا جوه الكويل. عشان انت هتعدي جوه الكويل ده. وانت عايز تقيس الكويل ده. طب ما الكويل ده هيعم مجنيتك فيلد. فالمجنيتك فيلد ده هيقصر على الاراية بتاعتي. لان كده هيبقى فيه اتنين مجنيتك فيلد. هيبقى فيه زي منهم هيقدي الى اه خطأ في الاراية. فالالامونيوم مادة مش بتعدي المجنيتك فيلد. اوكي? فعشان كده بنستخدمه. مش طب وش مانا حاطت بقى جوه الجوه الفريم ده. يبقى انت عندك الفريم كده ولفف حوالي الايه? السلك. وفي عندك زي ما في الرسمة كده بالزبط. طيب يبقى لي حاطين ده هو السبب. فيه برضو جزء تالت هيوضح كمان شوية. ايه تاني عندنا في اه نعمة جدا. نعمة جدا. ما بتتخدشش بسهولة او ما بيحصل لاش بسهولة. حاطين الفريم كله فيها. لكنها سن مدبب كده او سن نعم زي مسلا سن الالم كده. بيبقى سندين عليه الكويل. فيبدأ بشكل سهل. يبقى لجيت دي بوظيفتها انها بت اللي ايه? اللي بيحصل اثناء دوران الكويل. يبقى كده يحطوا على حاجة ايه? آآ نعمة بحيس ان هو يلف بسهولة وكمان ما يحصلش اي احتكاك او اي يتاكل في في الكويل يعني. وبرضو ما يقصرش على الاراية بتاعتنا. طيب تالت حاجة عندنا ان الكويل معاه حاجة اسمها كونكيف ماجنت. كونكيف ماجنت. وهنا برضو هم ليه كونكيف. طيب رابع حاجة يبقى لو ده كان الكويل عندنا من فوق ومن تحت. زي ما انت شايف في الرسمة هنا واحدة من فوق خالص. واحدة من تحت. اللي هي دي. والتانية اللي هي دي. عظيم. ايه وظيفهم طيب? دول موجودين ليه? اول حاجة سهلة اللي بيبدأ بيها ان هي 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 اللي بتدخل الكهرباء وهي اللي بتخرج الكهرباء. لو عايز تبصلها على الرسمة هنلاقي مسلا. جاي من هنا مسلا. كده. هيبدأ يلف بشكل حلزوني كده. يخش على الكويل ياخد لفته بقى او التلات لفات بتوعه. وبعد كده يخرج منها تاني. يخرج من الناحية التانية. فهم بيدخلوا بيخرجوا الكهرباء. تمام? طيب تاني حاجة بقى. دي هنتكلم عليها وحنا نشرحها دي من اهم الحاجات. نهاية بتتحكم في الدوران بتاعه. وحنا نشرحها بالتفاصيل كمان شوية. تالت حاجة بترترن الباك الكويل الباك للزيرو بطشن افتر زي كارنت اسكتوف. تعال نشوف كده التفاصيل ونوضح الجزئية دي لانها مهمة جدا. هي وننبر سي. موضوع الكونكيف بولز. الباقي اعتقد مش مش صعبين. دلوقتي يا سيدي انت لما تعدي كارنت جوه الكويل هيبدأ يحصل تورك زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت. والتورك ده هيسبب دوران للايه? دوران للكويل. طب ما انا عايزه يلف يعني افرينج معين مش هيفضل يلف المالة نهية. هو مش مروحة. هيفضل يلف على طول. صح كده? فالتورك هدول شغال. لأ انا عايز ان هو لما عدي كارنت يحصل تورك واستغل التورك ده في اني الف الوينتر ويقرأ او يشاور على اراية الكارنت اللي كان معادي. فلا مش عايزه يلف الى مالة نهاية. مش عايز يفضل يلف كده طول حياة. زي المروحة. لأ. عايزه يلف بمقدار معين اللي هو ايه المقدار ده التورك اللي يتعمل. طب التورك اللي يتعمل منين? من الكارنت اللي دخل. يبقى الكارنت هيعدي. هيعمل تورك. عايز استغل التورك ده. النقيس في قيمة الاي كام. فبنبدأ ان احنا نحط السوستة من فوق وسوستة من تحت كده. يعني يحكموا الدوران بتاعه. هي ان هو يوصل لمقدار معين وماقدرش بقى يعديه. عارف كده زي اللعبة سنبالك بتبغل تليف فيها بتوصل لحتة معينة وخلاص بقى ده ده الاخر. الحاجة زي كده بالزبط. ان هو يبقى ليه او في بتاعته. مش بيلف بشكل دائري وبيفضل يفحل نفسه كده وخلاص. لأ. يلف بمقدار معين وما يقدرش يتخطاه. ونفس الكلام نحاية انه بقدار معينة ويعرفش يتخطاه. لكن في حد بيشده عايز يلف من هنا وحد بيشده من هنا. كأنه عايز يلف كده وحد بيشده من هنا. اوكي? يبقى في سوستة من فوق. سوستة من تحت. بحيس ان هو بتاعته. طيب عايز برضو تفاصيل اكتر. دلوقتي يا سيدي انت لما تبق ان انت تتعدي جوه الكويل هيبقى عندك حاجة اسمها قيمته بيان. ده المفروض ان هو ايه قيمة التورك بتاعتنا. المشكلة ان انا عايز استغل او عايز ان انا اقيس الاي عن طريق التورك اللي هيحصل. مزبوط فالتورك او الدوران اللي هيحصل. ديركت مع مين? ديركت مع الاي. او ديركت مع الاي امتى? يعني امتى لما الاي يزيد التورك يزيد? لما تثبت كل العوامل التانية. لما تثبت كل العوامل التانية. طبعا حتة ان احنا نثبت الاريا والان دي سهلة. خلاص هو نفس الكويل. الكويل معين بنمبر افترنز معينة باريا معينة. قيمة البي برضو. خلاص الماجنت اللي عندنا. اللي هو البي. واستغلينه قولة نكورة عشان نعمل له ايه كونسنتريشن. عشان نبدأ. فضل لنا السيتا. ده لسه مش عارفين نثبته. فحنثبته ازاي? هنبدأ ان احنا نجيب حاجة اسمها كونكيف بولز. تعال اول افكرك. آآ سيدي كابتات ايه? لو كانت انا مستخدم ماجنتز فاخطوط الماجنتيك فيلد عاملة كده. من النورس للساوس. فالكويل بتاعي هو هنا كده. تمام مشت? الدنيا تمام بارالل وآآ فيبدأ ان هو يلف زي ما اتفقى انه نبرل طب ولما يبدأ الكويل ده يلف هبيعمل ازاي? هبيعمل كده. عمل ايه? عمل سيتا. عمل سيتا. فكده التورك اللي عندي هيبقى فيه خطأ في القراءة بتاعتي. لان السيتا عملها تتغير. هي هنا مثلا كانت تلاتين. بعد شوية هتزيد تبقى ستين. تمانين تسعين وترجع تزيد. عملت زيد وتتغير. طب ما ده مش آآ كده التورك او الدوران اللي حصل عندي مش معتمد فقط على الاي. انه لما الاي يتغير التورك يتغير. لأ ما هي الزيوية برضو وتضاير. فهم? يبقى انا عايزة عن طريق التورك اللي بيتعمل. فلازم نثبت كل العمل التانية. فدي اول مشكلة قبلتنا. موضوع الايه? البلين البلين ماجنيتس. فابتدأنا احنا نستخدم حاجة اسمها كونكيف بولز. الكونكيف بولز دي يا سيدي هي اللي هتحل قصة الانجل. التغير اللي في الانجل ده. مش كلما الكون كان كان فيه انجل بين الكويل والفيلد او بين النورمل والفيلد. فالجلالة لما نستخدم لما نستخدم آآ كونكيف بولز ده مسلا الكويل في الوضع الاولاني. ده مسلا الكويل في الوضع التاني. هيعمل مسلا انجل كده. تعال نشوف كده ايه اللي بيحصل. الماجنيتس فيلد مسلا خارج من هنا. فتمام هو كده مع اللي ايه? مع اللغدر. وفي نفس الوقت في ماجنيتس فيلد برضو هيبقى جاي من هنا. فلما الكويل يلف برضو هيكون الماجنيتس فيلد معاه. يبقى في اي وضع من الاوضاع هيكون الماجنيتس فيلد مع الكويل. فالكونكيف بولز دي بتبروديوس حاجة اسمها او ماجنيتس فيل اسمها ريديال ماجنيتك ريديال ماجنيتك فلوكس. يبقى المشكلة عندي كانت ايه? ان لما ماجنيتس باستخدمهم بيكون الماجنيتس فيلد خطوط كده. فبمجرد ما الكويل يلف بيعمل ايه? بيعمل انجل مع الماجنيتس فيلد. ده الكويل بتاعنا مسلا. فبمجرد ما انا اجي كده هيبدأ يحصل فيبدأ ان هو يحصل له ايه? يبدأ ان هو يحصل له في كده. عمل ايه? عمل زاوية مع الماجنيت فيلد. طب لو انا دلاتي استخدمت كونكيف بولز دي هي كده وبالتالي بتجيب ماجنيتك فيلد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن كل حتة. فيبدأ الكويل مسلا وهو في الوضع ده وهو هنا كده الماجنيتك فيلد ترى للمعاه. طب ولما يلف في ماجنيتك فيلد يجيله من هنا. ليه? لانها كلها كونكيف بولز. يبقى لما بستخدم كونكيف بولز بعمل حاجة اسمها بروديوس فلاكس. طب البروديوس فلاكس دي يعني عملتلي ايه? البروديوس فلاكس دي خلت دايما ان الكويل دايما دايما مع البي. دايما. طيب ومن المرة اللي فاتت. طب ما هي دايما مع البي. يبقى دايما ايه? دايما زي ما تكلمنا برا لفاتت كده. دايما هنا فهو نور من العوار ده. في فورس. في فورس المحيات التانية فيبدأ ان هو ايه? فيبدأ ان هو يلف. في بقى ماجنيتك فيلد يجيله من هنا برضو. اكي? يبقى وتخلي دايما الى عندي دايما على البي. طيب الانجل دي كام? الانجل دايما ناينتي. يبقى انا عملت ايه? يبقى انا خليت كلها يبقى دلوقتي فعلا بيعتمد على مين? بيعتمد على الاي. مين تاني بيساعد في القصة دي? او الايرن كور. الايرن كور بتكونسنترات دي. عشان ده وفي نفس الوقت بتساعد مع ان تبقى يعني دايما مع الكويل. استخدم مسلا الكاشكول ده اكنه كويل. ده الكويل اهو الماجنيتك فيلد جاي من هنا. اهو ده الماكسيمتور كده الطبيعي اللي احنا عارفينه. طب قولها ما يلف. هي قريدي كون كيف بولز. فالماجنيتك فيلد يجي لك من هنا كده. طب دول برضو نفس الوضع او لا. نفس الوضع. يبقى عند اي وضع دايما الماجنيتك فيلد ايه? يكون مع الكويل. خلاص يبقى انت كده ضمنت ان التورك اللي حيتعمل ده معتمد فقط على الكارنت. طب حلو احنا كده حلنا قصة ان هو بيعتمد على مين? انا كده كده كنت عايز اعتمد على ايه بس. لما الايه يتغير التورك يتغير. مش عايز اي حاجة تانية اتقصر معي. عشان يبقى الكراءة بتاعتي قراءة صحيحة. عملنا تورك خلاص. فابتدى ان الكل ايه? يلف. طب يفضل ليف لحد امتى? وانا لازم اوقفه. لازم اتحكم في الدوران بتاعه. فحطينا حاجة اسمها سبايرل سبرينج. السبايرل سبرينج دي. اللي هما ستشتين دول. بقى انا بمجرد ما عندي كارنت بقى عندي حاجة اسمها ماجنيتك تورك. ماجنيتك تورك. ولما انا عملت ماجنيتك تورك بتده يحصل ايه? يبتدأ ان الكويل يلف. فلما يبدأ الكويل يلف السوستة اللي من فوقه السوستة اللي من تحت او لو ده كان الكويل اللي من هنا واللي من هنا دول يبدأوا ان هما يشدوا الكويل مش عايزين ان هو بيلف كده يقدر يتغلب عليهم شوية لغاية ما يوصل لمنطقة وخلص مش هيعرف يلف عشان هما من الاتنين مسكينوا. فالاتنين دول بيعملوا حاجة اسمها او هنسميه سبرينج تورجن. هنسميه سبرينج تورجن. تمام? ان هما بيلفوا العكس هو عايز يلف في الناحية دي كده. ولكن السوستين المربوطين دول عايزين يلف في الناحية التانية. بيقوموا. لك انك عايز تلف في جسمك كده وفي حد بيشدك الناحية التانية. عشان هو السوستة من فوق السوستة من تحت فهو لما يحاول ان هو يلف كده هما بيلفوه العكس. يبقى هما بيكونترول الايه? بتاعت الكويل. طب لحد ايه انت برضو? لغاية ما الاتنين يتساوي. لغاية ما الاتنين بقى قد بعض. طب ما الاتنين قد بعض. وعكس بعض يلغوا بعض. فيبقى عندك على الكويل زيرو. يبقى يبقى يقف على اراية معينة. يبقى الكويل لما هيبدأ يلف. المؤشر كده كده نتركب على بتاعه. فلما الكويل يبدأ يلف. البوينتر هيلف معاه. فاللي بدأ يشاور على قيمة. يبقى يبقى ولف الناحية دي او ولف الناحية التانية بناء على الكرى انت جاي من ايه? يحصل بقى حالة الاحصال الشد او المكانيكا التورك اللي بنكلم عليه اللي نستني اكنهم بيتربته. السوستين اللي فوق اكنهم بيتربته. وطبعا بيكون بتاعهم اجانست المجنيك تورك. يبقى التورك عايز مثلا يلف في كلوك. واللي سبرينج زي عايليه يلف في انتي كلوك. العكس. طب لحد امتى لحد ما البوينتر او الحد من الاتنين يتساوي ويبدأ البوينتر يستلز داون يستوب. ساعتها هنا بكام? عنده بزيرو. وطبعا البوينتر يبدأ يشاور على راية معينة. طب هل طبعا يعني ايه كلمة يعني المسافات دي كلها متساوية. من هنا لهنا. زي من هنا هنا. زي من هنا هنا. والقيم كمان بتاعتها بتزيد بنفسه بمقدار سابت. يعني مسلا دي زيرو دي 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 تبقى سري هنا هيخفز الكلام ده انا مسلا استخدمت ساي يعني كانت مسلا دي زيرو تبقى دي رزم تبقى تبقى دي سيكس ونحن تانية يبقى هو عشان التورك لانا احن سبتنا كل العامل التانية. التاني حاجة ليه في في النص عشان بتاع المانيك فيلد. يبقى لما نرجع نقرى ثاني كده بتاعت او الحاجة بتدخل وتخرج الكهرباء اخر حاجة بقى ايه القصة دي انت بعد ما قيست الكهرباء خلاص طلعت معك مثلا بتلاتة مايكرو امبير مثلا تنساش ان الجالفنو سنستيف هو بيز بمايكرو مايكرو امبير صدرها مثلا تلاتة مايكرو امبير عظيم خلاص انا خلصت وعايز ايه اشيل ده الافصل الكهربى فلما تيجي تفصل الكهربى بقى عندك ماجنيتك تورك قمته كام بقى الجزء ده بقى الجزء ده ايكوال كام بقى الجزء ده ايكوال زيرو ليه مسطور معه ايكوال بيان ايكوال بيان والآي بقى بزيرو انت فصلتك كهرباء خلاص فالتورك يبقى كله كام بزيرو بس لسه في شد او في متخزن جوه السوستين اللي فوق دول. فيبدأوا يلفوا الكويل العكس بقى. يعني عكس اللي كان بيلف فيه. هو لو كان بيلف فهم عايزين ويلف فالتورك المجنيتك بقى بزيره. فيبدأ السوستين دول يرجعوا تاني الكويل للاولين. يبدأوا يلفوه العكس فيرجع تاني يشاور على الزيرو. يبقى هما بيروتيرن للزيرو يبقى لما بشغل بيبقى عندي قيمته خمسة مسلا. طب والخمسة بيعملوه في يبدأ يلف. طب هو بيلف اللي بيحصل السوستين اللي فوق. بيحصل فيهم بتاعوا عكس التورك. فيبدأ بتاعهم يزيد. خد بالك ده بالتدريق يعني زيرو وان تو سري فور فايف. اول ما الميكانيك هالتورك اللي او اللي فين? اللي في الاسبرالة سبرينج. يبقى للمجنيتك تورك اللي على الكويل اول ما اللي يتساوي الكويل بيقف ما بيلفش. فالما كان ما واقف الوينتر بيشاور. طيب حلو. ومتنى فصل الكهرباء. فالمجنيتك بقى بكام? بقى بزيره. بس لسه في سبرينج تورجن في السوستين او يبدأوا يلفوا الكويل العكس ويرجعوه تاني للزيرو بوزيشن. تعالوا نشوف الفيديو عشان نعرف نتخيل بقى القصة دي كلها. اول حاجة ده شكل ويبقوا ريبين اوي من بعض كده بيقفلوا. بيقفلوا على ايه? على الكويل. طبعا ده اه بتاعنا. السلك اللي احنا ايه? اللي حنمشي جواه كهرباء. هنبدأ ان احنا نجيب الكويل ده ونحطه حوالين الامونيوم فريم. الامونيوم فريم. مادة ما تبقاش. تبقى مادة سمعت يعني ما تعديش فيه دي كده ايه? اه زي مثلا. وبعد كده. نبدأ ان احنا نضيف بتاعتنا. نبدأ من فوق يبقى عندنا من فوق ومن تحت. دي هتكون وظيفة هنتدخل وتخرج الكهرباء. ترجع بعد اناقف الكهرباء. نبدأ ان احنا نضيف او اللي هتكون ونبدأ ناخد كل الكلام ده ونضيفه جوه او ما بين ايه? بتاعنا. ولو انت ااخد بالك خطوط ما هيش خطوط عاملة كده. لأ هي ايه? طلعها بشكل ايه? قلنا اسمه وحواريك حتة انه دايما انها مايلف هي معي. وبعد كده نضيف البوينتر. البوينتر هنضيفه على بتاع يعني لو كان هو مدهeur بتاعنا فانا هحط البوينتر فين هحط البوينتر هنه. من فوق كده. فلما يلف يبقى البوينتر ايه? يلف معا. البوينتر طبعا بتحرك على يعني لو انت راي szaiye في المسافة بين زير والتن هي نفس المسافة بين التن والتونتي هي نفس المسافة بين التن تونتي والسورتي. غير كده. بيزيد بنفس المقدار. مقدار كام? تن. يعني من زير والتن انا زوجتي تن. يبقى الشرطة اللي بعدها تونتي. الشرطة بعدها سيرتي. نفس كلا من ناحية التانية. طب هو ليه رئيس العالمين? هي رئيس العشمال او الزيرو في النص قلنا عشان ايه? وده شكل ايه? بيكون عامل ازاي? تعالنا نفتكر موضوع كده تورك سريعا هنبدأ ان احنا نبعد عن بعضها فيبقى كويل قدامك كده. طبعا واضح ان اللي اتنين دول عاملين مع الماجنيد اللي هي خطوط الصفرة دي. مظبوط. فالاتنين دول يبقى عليهم انا بقى رجعلك التورك اللي في المرة اللي فاتت. فيبدأ ان اه يحصل على الصايد ده والصايد ده فيبدأ ان هو ايه? يليف. يبقى كويل الوقت كده اهو قدامك. والماجنيدك فيلد جاي من هنا. او تعالنا نقول ان ده الماجنيدك فيلد. الماجنيدك فيلد جاي من هنا. فالصايد ده ده. والقلم اللي هو الماجنيدك فيلد. نورمال لعبعض. عمليين. فيبدأ يبقى في فورسة هنا وليكن تكون جاية لكده. او آآ سكرين. طب والناحية التانية. برضو نورمال. فيكون مسلا هنا في آآ فورس. فيبدأ يليف كده. فيبدأ يليف ده. اوكي? طيب هيبقى عندي هنا على الاتنين دول. طب بنحدد بتاع الفورس ازاي? قلنا? بفليمينج. لو الكهرباء مثلا طلع. والبي الاول ما نورسل الساوس. والكهرباء طلع يبقى الايه? يبقى الف. فهتلاقي ان هو بيلف ازاي? بيلف العكس. ده بقى شكله من فوق. يعني هو يبدأ اول ما يحصل فورس يبدأ ان هو ايه? يروتيت. وطبعا اللي هو انتو اخي بالك بيلف مع برضو. لان البوينتر متثبتها الاكسز. بس بنكون قفلين على الكويل علشان يقى دايما من كل حتة متحوض بمجنينك فيلد فنثبت المجنينك فيلد وما يكونش كان عندك سيتا. فتخلي فعلا التورك موتمد على اي بس. هوريك بقى جزئية ان فعلا مهما الكويل اللف بيبقى المجنينك فيل ده من بص كده في الوضع اللي هو في ده. الخطوط الصفرة دي مع الكويل او لقى مع الكويل في نفس المستوى. طيب. طب ولما يبدأ الكويل يروتيت بقى. اوه. هيبدأ الكويل يروتيت. ولكن انا هوقف هنا مسلا. مش برضو مع الخط الصفرة. برضو طب و لو كملنا. برضو ايه? برضو بارل. يبقى بتديني ريدي الفلاكس. دي بدورها دايما مع الكويل. دايما للكويل كله. ده الكويل اهو. فهرسمها لك مسلا كده. الكويل واقف كده زي ما هو هناه بس هو مصور من فوق. يعني انت شايف بس الحت دي. فهو عامل كده المجنيفيلد ايه كده. طب هيبقى يلف المجنيفيلد يجيله كده. هبقى يلف المجنيفيلد يجيله كده. طب علمات بطريقة تانية. هي انا كنت عامل كده. المجنيفيلد جاي من هين. فبرضو ووردو وهو Bernie. ولما يلف لي يجيله من هين وهكزا. يجيل من كل الاماكن بشكل حنبدو بقى نتكلم على حاجة اسمها لما اسمع كلمة الشخص ده يعني ايه يعني بيحس بالحياة القلالة انت مثلا ممكن انت وزن مع صاحبك يظهر عادي بالنسبة لك بس ليه تدايق فتقوله يا عم انت حساس كده ليه مالك في ايه فكلمة الاحساس بالحاجة البسيطة والحاجة القلالة نعرفين ان الجالفانو او الكويل انا عارفين ان الجالفانو فعايزين نعرف فالسنستيف دي بتاعته هنموز لها برمز سيتا على او اي اي انت عارفوا السيتا السيتا انت مش لسه السيتا دي احنا مسبتينها من شوية وخلينها تسعين انت كنت لسه الي كده هناك وقلت لي ان احنا خلاص خلينها بكم خلينها بناينتي فدايما انا مش معتمد عليه الانجل اللي انا سبتتها في الكويل في الكونستركشن بسبب الكويل بسبب الكونكيف بولز بسبب الكونكيف بولز وبسبب الائير نكور خلينها بناينتي دي الانجل اللي ما بين النورمل والمجنيتك فيلد النورمل والمجنيتك فيلد النورمل والمجنيتك فيلد سبتنا الانجل دي خلينها ناينتي اللي ما بكلمك عليه هنا الانجل اللي البيتر هيعملها تمام يبقى البيتر هيكون سي مسلا ادريك سؤال عشان تبقى فيهم قصدي زي هنا مسلا سي ان البيتر كانواقف على الزيرو لما فيك اربعة عدد امشاور على ايه على مسلا اي كان انت معين مسلا طب هو لما كان هنا وبقى هنا عمل انجل معينة الانجل دي ما قدرها كام تلاتين مسلا يبقى البيتر وبقى دي الاسكيل بتاعي والبيتر هيبقى ايه زيرو سنترد فيبدأ ان هو مسلا يشاور على اتنين مايكرو امبير لما تحرك من الزيرو وراح يشاور على اتنين مايكرو امبير عمل لي مسلا انجل بتساوي سيرتي دي كده سيرتي طب انا ايس ازاي هقول له سيتا طب السيتا بكام سيرتي دي جري الاي بكام اتنين مستر لا لأ ليه الجلوانوميتر دي فيس بالمايكرو امبير وده الجزء الوحيد اللي في المنهج اللي انت مش هتحول فيه نهائي سيبه زي ما هو يبقى تلاتين على خمسة على اتنين وخمستاشر اللي انت ايه بقى مهم انا اسم سيتا على اي يبقى هاكتب دي جري مايكرو امبير ما تقولش هون بييش سيب الامبير بييز بالمايكرو امبير تمام طيب نيجي لنفس النقطة هل تعتمد على السيتا والاي يعني هل ما كل ما الزاوية تزيد السينستيفي تزيد او كل ما يعني هل لما هبص للقانون ده حاول الكلام ده مش مزبوط القانون ده احنا بس بنحسب منه قيمة السينستيفي البيت متقس بيه وزنك فقلت لك تانا نحسب السينستيفي بتادي نشوف هو يعني السينستيفي بتاعته والاكرسي برضو بتاعته تعتمد على ايه تعتمد على وزنك انت الجهاز ده الميزان ده هيعتمد على وزنك انت الحاجة اللي انت هتقسها سواء انت او شخص تاني بيواقف على الميزان اكيد لأ اكيد معتمد على تكوين الجهاز نفسه من جوه انت يا بقى جايب الميزان ده خيس جايبه غالي جايبه فيها متوسطة مش عارف ده اصناعة مصرية لا ده الماني ده امريكي وهكذا بتاعه نفسه هو اللي بيحدد القراءة الصحية تقف انت مسلا على ميزان المصري مسلا تلاقي الوزن مسلا سبعين تقف على الماني مسلا تلاقيه سكستي ناين بوينت سبن مسلا او هكذا فالدقة دي او بتاعته دي هتعتمد على ايه؟ على بتاعه نفسه يبقى لا تعتمد على اللي معدي ولا تعتمد على سيتال هيتعمل بتاعتمد بالبوينتر يبقى انا عايزك تكتب في الملزمة عند اكتب عندها كلمة عشان بس تفتكرها بتاعت المؤشر نفسه مش اللي جوه بقى الجهاز اللي حسب بتنها بتسعين طيب هتعتمد على ايه؟ السنستيتي تعتمد على و هتعتمد على وهتعتمد على وهتعتمد كمان على وهتعتمد على جزء زيادة كده يعني بتاعت او المرورة بتاعتهم لانتبعهم مع الاستخدام ومع الوقت بيبدأ ان هما يسيبوا شوية انت لو جبت سوستة كده وفضلت كل شوية انت تلعب في السوستة دي هتلاحنا مع الوقت بتاعتمد ايه؟ بتلين اكتر او ما بقيتش بنفس الشدة اللي في الاول بس دي مش هنكتبها انا بس بقى ما فهمك ان هي بشكل عام بتعتمد على بتاع يبقى لما رجع كده تاني قلنا كونكيف بولز وطبعا اللي هي بتتريدوس زي ما انت فعنا وطبعا بس مش خنقول تحديدا ايه جوة انت من برة كده بس بتاعتمد على بس انت بقى فاهم ان هي يعني الليونة بتاعتها او المغنو بتاعتها والاريا والان بتاع الكويت هنا عندي كذا سؤال ايه اصلا الكارابل اللي عندنا عايزين نشوف ايه علاقتها بالتايم النوع الاولاني من الكارابل اللي بيجي من الباتريز اللي احنا اخدناها في شابتر وام بيكون اسمه دي سي دي اختصار وده قيمته سابتة مع مرور الوقت يعني بتفضل الباتري دي بتديني اتنين فولت مسلا او اتنين امبير مهما الوقت عدى خلاص ثم هي بتخرج اتنين امبير ده اللي عندها انما النوع التاني اللي اسمه فالاي سي ده الاي اختصار يعني متغير فبنلاقيه بيزيد مع الوقت ويرجع اللي تاني ويزيد تاني ويقل تاني وهكذا بس في زي بيزيد يروح ويرجع يروح ويرجع ده اسمه اي سي ده هنتكلم عليه بالتفصيل في الشابتر سري وفي الشابتر فور احنا دلوقتي بنتكلم على الدي سي فانا بسألك دلوقتي لو انا عديت دي سي ويك تعال نكتبهم كده هنا لو ويك دي سي عدى في الجالفانة هيحصل ايه؟ عادي جدا هيقراه هيقراه عادي ايه مشكلة بس طيب لو دخل على الجالفانو هيحصل ايه؟ هيحصل له طب دامج ليه؟ الكورنت العالي ممكن يخليه يحصل فيه تورك عالي فيبدأ ان هو يلف جامد قوي فيبدأ ان هو يفرقع او يتكسر ده وهو ممكن طبعا غير للسخونة طبعا اللي حتى حصل لانه كورنت عالي فممكن الكويل اصلا يتحرق او السلك نفسها يتحرق اللي هو الكويل طيب لو انا بقى قم تجيب اي سي الفريكوينسي بتاعته عالية او تعالى ندخل الوليدة الاول الفريكوينسي بتاعته الايلة يعني الكورنت بيروح ويرجع يروح ويرجع تعالى ندخل الكلام ده على الجالفانو لو كاعدد الكلام ده على الجالفانو هلاقي ان الوينتر هيبدأ يحصل له حاجة اسمها سوينج حيث ما يرجح يعني ايه يبضل يعمل كده ما هو الكورنت لما بييجي من هنا بيزوقه كده ولما يلف في الناحية التانية يزوقه كده والكورنت الاي سي ده رايح جاي فيبدأ الوينتر يفضل رايح جاي بالطريقة دي فالبوينتر هيسوينج لوسط ده لو كان كورنت اي سي عنده فريكوينسي قليلا طب لو كان عنده فريكوينسي عالية وعدى عالجالفانو ايه اللي حيبدأ يحصل هتدأ تلاقي ان الجالفانو بوينتر هيسطوب هيسطوب مكانه ليه؟ الوينتر واقف كده فالكورنت جاي من هنا لسه بيزوقه كده لانه يتحرك بيكون اصلا الكورنت راح ورجع فيزوقه من هنا فهو ما بيبقاش فاهم هتزق كده ولا هتزق كده فهو ما بيلحقش ان هو يتحرك ولا كده ولا كده لان الكورنت بيروح ويرجع بسرعة جدا خمسين مرة في الثانية ده مسلا الفريكوينسي بلايات مصر الكهرباء اللي احنا اللي بتعدينا يعني بتغير خمسين مرة في الثانية ده حاجة سريعة جدا وبالتالي كده هاو عند هو لما بيتزق من هنا ما بيلحقش اصلا يروح بيكون رجع ويراتجاه وفويزقه من هنا الكورنت يروح كده يرجع يزوقه من هنا فيبدأ في الآخر واقف مش ملاحة ان هو يعمل كده لما كانت الفريكوينسي ولايالة يبدأ يعمل كده عادي ده لما كانت الفريقوينسي ولايالة لما الفريكوينسي تبقى علي ما بيلحقش ان هو اصلا يتزق اوكي ده بالنسبة الكيسيز اللي عندنا. تعال نشوف مع بعض آآ الاسئلة. اول سؤال عندنا جالبانو مكوى من عشرين ديفيجن. ده زيرو مثلا وده آآ عشرين شرطة عشرين ديفيجن. طيب البوينتر هشاور على الشرطة رقم عشرة. لما تمشي. يبقى بكام? تعال نشوف. طيب هو شاور على الشرطة كام? هو بيقول لك انهم كلهم عشرين. هو شاور على اللي هو الشرطة الرقم عشر. لما كرن تأديه عدى او بوينت ون. او بوينت ون ميلي امبير. يعني المفروض الانسر او بوينت ون على تين على او بوينت ون المفروض ده الانسر مية آآ مية سكيل بير او يعني آآ ممكن نقول ديجري بير ميلي امبير. ما هو السؤال هنا بالميلي فهشتغل بالميلي عادي. طيب. فين ده في الاختيارات? مش موجود. هتلاقي ان انت عندك ايه? كله بالايه? كله بالمايكرو. فلازم تحول لايه? فلازم تحول لمايكرو. طيب ما في مشكلة. دلوقتي انت عندك ان ده مية سكيل او ميت ديفيجن بير ميلي امبير. انما هنا هشرة ميكرو امبير بير ديفيجن. يعني هو عكس. فانا كمان هي هقلبها. هي واحد على مية. يبقى انا ممكن اقول له او بوينت او وان ميلي امبير بير سكيل او بير ديفيجن. وابدأ احول بقى من الميلي امبير للايه? لمايكرو امبير. طيب انا مستر مش بحرف احاول من ميلي امبير لمايكرو امبير للعطول. خلاص احاول من ميلي امبير لامبير وين امبير لمايكرو امبير. فلو عايز يروح من ميلي امبير لامبير هقول طيب عايز يروح بعد كده لمايكرو طيب تين باور سيكس. ونشوف كام. في تين باور نيجيتف سيكس. هيطلع معك كام? طبعا بعيدا الناس اللي بتحب بتعمل ايه بالشبه كده? قال اللي جيبها فيها واحد ومفيش غرديل فيها واحد فهاخترها. بس انت افهم ان احنا طلعنا طبقنا القون عادي فالمفروض ميت ديفيجن بير ميلي امبير. اللي اختيرات ميلي امبير بير ديفيجن. العكس. فانا كمان هشغلبها. فاقول له خلاص او بوينت او ون. ميلي امبير بير ديفيجن. طبعا عايز يروح من ميلي امبير لمايكرو. اضرف كام? تين باور سري. لو انت مش عارف هتحول من ميلي امبير لامبير ثم من امبير لمايكرو امبير. سؤال التاني. يبقى هو عندنا بتاعنا عبارة عن خمسين شرطة. اوكي? خمسين واحدة. المهم. بتاعة الشرطة الوحدة بقامتها يبقى هو كله كام اصلا. بتاعه كام? في خمسين. مهمة خمسين شرطة. الشرطة الواحدة بو بوينت ون. بخمسين. خمسة ميلي امبير. السؤال التاني بقولي. نفس الكارنت هيعدي فيهم كلهم. فعايز يعرف مين فيهم بيريبريزنت انا عايز دلوقتي اعلى فانا هدور على الحاجة اللي عندها اعلى سيتا. لان الاي ايه? كلهم نفس الاي. فهشوف اللي عمل زاوية كبيرة ده هيبقى مؤشر بالنسبالي ان هو قوي. فطبعا الاجابة هتكون بيه. ترجمة نانسي قنقر